إذن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب وروسيا والصين من جانب آخر قد تكون لها انعكاسات سلبية على إسرائيل بحسب صحيفة جيروسيلين بوست الإسرائيلية والتي دعت تل أبيب إلى النائي بنفسها عن هذا الصراع متابع كيف يؤثر توتر بين الولايات المتحدة وروسيا والصين على إسرائيل؟ سؤال طرحته صحيفة جيروسيلين بوست الإسرائيلية التي صلطت الضوء على رؤية واشنطن لموسكو وبيكين كأكبر تهديد للنظام العالمي الصحيفة الإسرائيلية لفتت إلى أن روسيا والصين تدفعان ببطء النفوذ الأمريكي إلى التراجع في ظل علم كامل بأن الولايات المتحدة تعاني من مشكلات ضخمة في الداخل وأن تداعيات الوباء تستمر في إحداث الفوضى في الغربة جيروسيلين بوست أشارت إلى انتقادات وزير الدفاع الإسرائيلي لتعليقات بايدن بشأن بوتين وقالت إنها كانت مثيرة للدهشة لأن البعض يتوقع من إسرائيل أن تفعل ما تريده واشنطن في علاقاتها مع روسيا والصين لكن خيارات إسرائيل أكثر تعقيداً الصحيفة الإسرائيلية تقول أن تل أبيب تريد علاقات إيجابية مع موسكو وبيكين في حين أن الكثيرين في الولايات المتحدة حذروا من تنامي العلاقات الإسرائيلية الروسية والرسالة الأمريكية واضحة وهي أن واشنطن تريد علاقات أكثر برودة مع موسكو جرز اليمبوست تقول أن العالم متعدد الأقطاب موجود بالفعل وفي النهاية قد تجد إسرائيل نفسها في وسط الصراع إن لم تكن حريصة في التعامل مع الأمر